في الكثير من الأحيان يكون الانفصال في العلاقة الغرامية صعباً خصوصاً عندما يكون أحد الطرفين ذات طابع إنسان ومتحكم للغاية قررت أن يجد كورياكا الانتقال من بلدها الأصلي إلى بريطانيا لبدء حياة جديدة لكنها لم تكن تعلم أن علاقة غرامية ستكون سبباً في حديث مأساوي سيقلب حياتها رأساً على عقب ابقوا معنا من نجل معرفة تفاصيل أكثر حول قضيتنا لهذا اليوم كانت أنيات جيد كورياك شابة مفعمة بالحيوية والطموح ولدت ونشأت في بلدة في بولندا مع شغفها بالسفر وأحلامها بالعيش في اليابان كانت تتمتع بسحر كاريزمي يجلب الناس إليها كانت مواهبها كموسيقية لا يمكن إنكارها وكثيراً ما أشاد أصدقاؤها بصوتها الغنائي الفاتن انتقل تانيا إلى بريطانيا في عام 2020 لمتابعة دراستها في هندسة الصوت في جامعة ويست لندن المرموقة لم تكن الإنجليزية لغتها الثانية لكن ذلك لم يمنعها من الدراسة بدأت حياتها في الازدهار وكانت نتائجها في الدراسة جيدة وتمكنت من الحصول على عمل مؤقت وبدأت حياتها الاجتماعية في الازدهار خلال فترة وجودها في المملكة المتحدة قابلت دينيس ساكابوندي من خلال موقع موعدة عبر الأنترنت في البداية كانت علاقتهما مثيرة وملئة بالوعود كان دينيس شخصية جذابة وساحرة وانجذبت إليه أنية كثيرا ومع ذلك مع مرور الوقت لاحظت أنية جانبا أكثر قتامة من دينيس أصبح غيورا ومتملكا وبدأت تظهر عليه علامات العنف على الرغم من محاولاتها لإنهاء العلاقة رفض دينيس السماح لها بالرحيل ولجأ إلى التلاعب العاطفي لإبقائها مرتبطة به في الأخير انتهت العلاقة بين أنية ودينيس بعد عام واحد من الموعدة لكن لم تكن أنية تعلم أن دينيس كان يخطط لما لم يكن في الحسبان بدأ أن تصميم أنية على البدء من جديد في لندن أثار غضب دينيس أكثر لم يستطع قبول نهاية علاقتهما وبدأ يستحوذ عليها قام بتغيير رقم هاتفي واشترى ملابسا مختلفة وخطط بدقة لأفعله الشريرة تحولت العلاقة المحبة التي كانت مرحة في يوم من الأيام إلى هوس خطير في ليلة السادس عشر من مايو عام الفين واثنين وعشرين المصيرية بعد أن أنهت مناوبتها في المطعم الذي كانت تعمل فيه كانت أنية برفقة جاك الذي كانت تخطط من أجل بدء علاقة رومانسية جديدة معه دون علمهم كان دينيس يتربص في الظلال متبعا كل تحركاتهم تم التقاط الزوجين وهما يتحدثان وظهر قاربين في كاميرات مراقبة مختلفة حيث شهد دينيس متخفيا عنهما من مسافة بعيدة تم تصويره وهو يرتدي ملابسا سوداء بالكامل بما في ذلك غطاء الرأس وحداء رياضي وكان يحمل حقبة ظهر سوداء بدأ هادئا وحازما عندما اقترب تدريجيا من الزوجين عندما توجهوا نحو منطقة روبيرت صالي خارج حدائق الكنيسة عم الظلام عليهم وظهرت شخصية مقنعة من الظل هاجم بناس الذي كان يرتدي قناعا تغديه الغيرة والحقد أنية من الخلف طعنها بلا رحمة عدة مرات مما تسبب لها في إصابات خطيرة ركضت جاك مصدوما ومضطرب للحصول على المساعدة لكن الأوان كان قد فات بحلول الوقت الذي وصل فيه المصعفون كانت أنية قد ماتت بالفعل متأثرة بالجروح العميقة أودى الهجوم العنيف بحياتها بشكل مأساوي سران ما فتحت الشرطة تحقيقا وأشارت الأدلة مباشرة إلى ديناس تم التقاط تحركاته على كاميرات المراقبة منذ لحظة وصوله إلى لندن حتى هروبه من مصرح الجريمة حتى أنه تخلص من سلاح القتل في بركة قريبة على أمل إخفاء آثاره تم القبض على ديناس في النهاية في محطة فيكتوريا كوتش بعد أقل من 22 ساعة من ارتكابه لتلك الجريمة الشنيعة ووجهت إليه تهمة قطيانية وأحيلة للمحاكمة في محكمة كينغ ستون كراون ومع ذلك فقد رفض حضور محاكمته وهي علامة تدل على عدم إحساسه بالذنب علمت المحكمة بتكتيكاته المتلعبة وبتهديداته أصبحت قضيتها نقطة تحول في كيفية إدراك المجتمع للعنف المنزلي والتعامل معه دفعت مأسات آنية إلى زيادة التثقيف والتوعية حول التعرف على علامات التحذير من العلاقات المسيئة تلقت خدمات الاستشارة وخطوط المساعدة زيادة في المكالمات مع سعي المزيد من الأشخاص امتد إرثها إلى موراء وطنها أيضاً استلهمت الحملات الدولية ضد العنف المنزلي من قصة آنية حيث دعت إلى قوانين وموارد أقوى لدعم الضحايا في جميع أنحاء العالم استخدم المشاهير والمؤثرون منصاتهم لزيادة الوعي وحثوا متابعيهم على توخي اليقظة ودعم المحتاجين مع مرور السنين عاشت آنية ليس فقط من خلال أحبائها ولكن أيضاً من خلال التغيرات الإيجابية التي جلبتها قصتها إلى العالم تم الاحتفال بحياتها ليس فقط من أجل الشابة النابدة بالحياة ولكن أيضاً من أجل محفز التغيير الذي أصبحت عليه تظل حالة آنية بمثابة تذكير مؤثر بالحاجة إلى التعرف على علامات سوء المعاملة وأهمية دعم ضحايا العنف المنزلي تعتبر ذكرها منارة للأمل لأولئك الذين يجدون أنفسهم في مواقف مماثلة مما يدل على أنه حتى في وجه الظلام يمكن أن يكون هناك طريق للشفاء والعدالة على الرغم من غيابه السمع المحلفون وأحبه وآني باهتمام إلى التفاصيل المفجعة للحظاتها الأخيرة أعربت والدتها عن شدة الألم والحزن الذي تحملته بعد أن فقدت ابنتها الحبيبة تحدثت جاك أيضاً عن استحقاق آنية أن تعيش حياة سعيدة وأعرب عن اعتزازه باللحظات التي قضاها برفقتها اعترث القاضي الذي ترأس المحاكمة بوحشية الهجوم وانعدام الندم الذي أظهره ديناس وحكم عليه باستجن المؤبد لمدة لا تقل عن 29 سنة وأشددت المحكمة على عدم وجود مبرر لمثل هذا العمل العنيف بدافع الهوس والغيره تعتبر قصة عنية المأساوية بمثبة تذكير مؤلم بالجانب المظلم للطبيعة البشرية حيث يمكن أن يدمر الهوس والعنف الأرواح تسلط القضية الضوء أيضاً على أهمية التعرف على علامات العلاقات السامة ومعالجتها في وقت مبكر ودعم الضحايا في التحرر كما يخلص الفيلم الوثائقي ترو كريم يترك للمشاهدين شعوراً بالحزن ودعوة للعمل ليكونوا يقذين ومتعاطفين تجاه أولئك الذين يواجهون تهديدات مماثلة في حياتهم تعيش الذكرانية من خلال أحبائها وتعد قصتها بمثبة تذكير صارخ بأنه لا ينبغي لأحد أن يعاني من هوس الآخرين في أعقاب مقتل آنية اجتمع أصدقاؤها وعائلتها لتكريم ذكرها لقد نظموا وقفاتاً احتجاجية على ضوء الشموع وجمعوا التبرعات لزيادة الوعي بالعنف المنزلي ودعم ضحايا العلاقة الموسية تم إحياء ذكرى حب آنية للموسيقى وأحلامها بالعيش في اليابان من خلال المنح الدراسية والبرامج الموسيقية التي أنشئت باسمها أثارت قصة آنية أيضاً نقاشاً وطنياً حول أهمية معالجة التحرش والمطاردة عبر الأنترنت بدأ الناس يدركون مخاطر مشاركة المعلومات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع المواعدة عملت السلطات وشركات التكنولوجيا معاً لتنفيذ لوائح وتدابير أمان أكثر صرامة لحماية المستخدمين من الأذى المحتمى فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بأرأيكم في التعليقات أدنى كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهليز ترجمة نانسي قنقر